بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله في رحلتك من الشتات إلى اليقين محتاج معلومات تكون بصير بيها وانت بتربي عيالك لان احنا محتاجين نوقف دائرة الإساءة احنا ربنا في بيوت ان شاء الله اهلنا كانوا اسوياء وربونا على قد ما يقدروا زي ما اهليهم واجددهم ربو فهي نزلة من فوق لتحت كده فيها احسان كتير وفيها بعض الاخطاء اللي محتاج تلتفت ليها لو كنت شايفها في بيتك وناوي تنقلها او عمال تنقلها لولادك فتعالوا النهاردة الواحد يصنع بصير القلب وكده ازاي طلع عيال اسوياء بكسر دائرة الإساءة اول حقيقة محتاج تعرفها حتى لا تصبح اب او تصبح ام مسيق لعيالك ان الايهانة تصنع طفل عندما يكبر يبحث عن الايهانة الطفل المتهان بيجيله كده جوا دماغه انه ما بيتشافش ولا الناس بتحس بيه وبتعامله الى الميتهان لان الراعي الكبير بتاعه الاب والام كانوا بيهنوه فهو طالع في المجتمع عارف انه بيتحمل ده وبيتعامل بالطريقة دي فبيرضى بل بيبحث عن علاقات فيها تنمر عليه وإساءة ليه ويعيش بالطريقة دي وانا عايز اقول لك على حاجة عايز اقول لك انك وانت بتدوس على زرار التاتش في التليفون مش عايز يدوس ما بتروحش تجيب شاكوشك وتضربه كده عشان يشتغل انت كسرت الشاشة وكسرت الماذر بورد اللي جوه التليفون كله راح انت ليه خبطه بالشاكوش ما وص الزرار مش عايز يشتغل فكنت عنيف شوية معاه استنى نعمل كده مع العياد سواء في شكله ممكن يتهان او في بعض افعاله او في اراءه واختياراته حكي لك حكاية كده من الرجل الشديد اللي في حياة النبي اللي هو سيدنا عمر اللي انت بتقول عليه قوي وسعاد بيبقى جديد مرة سيدنا عبدالله ابن عمر كان قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي قال مثل المؤمن كمثل شجرة لا تثمر اوراقها هي ما عندهاش وراء هي شجرة فاخذ الناس يتفكرون في اشجار البادية الاشجار اللي في الصحراء ايه انواعها فقال النبي هي النخلة وكان قد وقع في قلبي اللي بيتكلم ابن عمر وبيحكي الابو بقى وكان قد وقع في قلبي انها النخلة فاستحييت اصلنا ولد صغير وهم كبار اجاوب هما ما يعرفوش فاسكدت احسن غسط الرجالة الكبار فاستحييت ان اذكرها وقد كنت اعرفها فقال عمر لو كنت قلتها ما منعك ان تقولها لو كنت قلتها لكان هذا عندي خير من كذا وكذا مش كنت تقولها يا ابني والنبي يفرح بيه كده وده كده يبقى عندي احلى من كل كنوز الدنيا وقف هنا مش سيدنا عمر ولا سيدنا ابن عمر احنا بقى يا ابني ايه الغباء ده يا ابني يا ابني تفضل مكسوف كده وتعرنا قدام الناس اتكلم بقى مرة وقول كلمة عيد لما انت عرفتها كم من الخبطات حضرتك او حضرتك بتعملي كده ليه عشان اعلمه ده كان هيقول الاجابة صح وياخد النجمة ولا يدعيله اللي كان بيسأله كتير من الاوقات ما الواحد محتاجه يفتكر ان الراعي اللي هو مصدر كل خير الاب والام يعني عيالنا بتشوف مقامها في عيوننا فاخد بالك يا صديقي اكسر دائرة الاساءة وعلى وجه اليقين الاهانة والتنمر والسخرية من الاب والام بيصنعوا انسان لما بيكبر بيدور على الاهانة هو كمان انه يتهان لانه ما بقاش بيتشاف ولا الناس بتضحك معه وتتعامل معه الا من خلال الاهانة فيبدأ يهزر ويهبل ويعمل تصرفات فلما حد يقوله عم بخس كباة يحس انه تشاف كده اه الواقع بيقول كده والعلم بيقول كده فمن الشتات الى اليقين كن بصيرا ان الاهانة لا تصنع انسانا سويا اشتركوا في القناة